اشتركوا في القناة تقرير للأمم المتحدة يكشف تورط مرتزقة دارفور ضمن ميليشيات حفتر ويؤكد استلامهم مبالغ تتجاوز الثلاثة ألاف دولار بعد تمديده ولاية فريق الخبراء وحضر استغلال النفط مجلس الأمن يعتزم التصويت على قرار ملزم لوقف اطلاق النار اهلا بكم مشاهدين ونبدأ هذه النشرة من تصريحات مسؤولين في إدارة ترامب حول ليبيا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اشتركوا في القناة اكد مساعد وزير الخارجيات الأمريكي لشؤون شرق الأدنى ديفيد شينكر رفض بلاده الحملة العسكرية التي يشنها حفتر على العاصمة رابلس ودع شينكر حفتر خلال جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي حول ليبيا إلى الانخراط في حل الأزمة وقال إن الولايات المتحدة تؤيد حكومة الوفاق ولا تعترف بحفتر وعشر شينكر إلى أن تدخل التركي في ليبيا أبطأ تقدم مسلح حفتر وساهم في موازنة الكفة مما خلق ظروفا أفضل للمفاوضات رغم أن الولايات المتحدة لا تؤيد نشر قوات تركية في البلاد وفق قوله خلال جلسة استيمان في مجلس الشيوخ الأمريكي حول السياسة الخارجية الأمريكية في ليبيا أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أنه لا حل لا عسكري للأزمة الليبية وأن بلاده تدعم المسار السياسي مشددا على ضرورة تصرف الولايات المتحدة بسرعة حتى تضغى حدا للعنف والمواجهات المسلحة شينكر قال أن بعض المشاركين في محادثات برلين لم يلتزموا بتعهداتهم ودعا إلى تعزيز وقف أطلق النار وطالب لأطراف الأجنبية المسلحة بمغادرة ليبيا مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى حفتر في أكثر من مناسبة للمشاركة في عملية السلام التي يقودها المبعوث الأممي غسن سلام لكنه لم يلتزم بذلك وعند سؤاله عن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع داعم حفتر قال مساعد وزير الخارجي الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إن واشنطن على تواصل دائم مع الإمارات ومصر لتخفيف التصعيد في ليبيا وأضاف أن بلاده تضغط عليهم في هذا الاتجاه مؤكدا أن هناك سياسة أمريكية واحدة داعمة لحكومة الوفاق الوطني أما بخصوص حفتر فقد قال شينكل أن العليات المتحدة تتعامل معه فقط كقوة على الأرض وأوضح أن عملية الحل السياسي في ليبيا فيها الكثير من الفوضى دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل وأكد أن بلاده تريد أن تستمر حكومة الوفاق وتواصل دعمها للوساطة الأممية واجتماعات 5 زائد 5 وبقية مسارات الحوار وفي سياق آخر أكد نائب مساعد وزير الخارجي الأمريكي للشؤون الأوروبية كريستوفر روبينسون أن روسيا تسعى لزعزعة الاستقرار في ليبيا من خلال مجموعة فاغنر التي تقاتل مع حفتر وتشجع هذا الأخير على مواصلة عدوانه وهو ما يساهم في استمرار النزاع المسلح الذي ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها وحتى مع تقلس دائرة العنف بفضل المبادرة التركية الروسية في يناير الماضي أشار روبينسون إلى أن الهدنة أصبحت هشة وينبغي تعزيز وقف إطلاق النار وانسحاب المجموعة المسلحة وقال أن روسيا وأطرافا أخرى لم يسمها لم تنفذ التزاماتها بعد التي تعهدت بها في مؤتمر برلين وهي تسعى لتقويض الجهود الأممية بالخصوص ولتعليق مشاهدين ينظم إلينا عبر الأخمار الصناعية من مصرات الكاتب والصحفي عبد الله الكبير سيد الكبير أهلا بك أولا على ما ركزت هذه الجلسة جلسة الاستماع بمجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص ليبيا ما الذي يعنيها بالضبط في ليبيا حسب تقديرك نعم تحية طيبة لك أستاذ علي ولأستاذ المشاهدين هي جلسة استماع إحاطة عادية تقدم فيها وزارة الخارجية ما جهودها حول الأزمة الليبية المتحدث كان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وقد وضع الكونغرس الأمريكي في الصورة بخصوص الأزمة في ليبيا والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة أو الحكومة الأمريكية الإدارة الأمريكية التي تبذلها من أجل حل الصراع ليس هناك أي جديد في هذه الإحاطة تقريبا والموقف الأمريكي هو نفسه الذي عبر عنه وزير الخارجية شخصيا عبر وسائل الإعلام برفض الحملة العسكرية لحفتر على طرابلس ودعوته للانخراط في الجهود السياسية اللافت في هذه الجلسة هو أن يبدو أن هناك انزعاج أمريكي حقيقي من تواجد مجموعات فاغنر والإشارة بشكل واضح وصريح إلى أن روسيا ما زالت في موقفها وما زالت تؤيد الصراع أو تشجع حفتر على الاستمرار في هذا الصراع أيضا هناك إشارة أخرى إلى أن بعض الدول المشاركة في مؤتمر برلين أخلت بتعهداتها وقد ذكر المساعد وزير الخارجية شينكر ذكر الإمارات ومصر تحديدا والوزير الآخر أشار إلى روسيا إذن هذه الدول الثلاث لم تفي بتعهداتها التي أعلنتها في مؤتمر برلين بوقف توريد السلاح لليبيا ووقف تأجيج الصراع وحث كل الأطراف على العودة إلى العملية السياسية طيب هل هذا فقط حد الموقف أو حدود الموقف الأمريكي دعوة الأطراف إلى الانخراط منها حفتر والدول الداعمة له انخراطهم إلى العملية السياسية أم أن الانزعاج الذي وصفته للموقف الأمريكي يمكن أن يخرج بموقف يواجه التدخل والنفوذ الروسي وكذلك حضر الأسلحة من طرف أو خرقهم من طرف الإمارات ومصر هو الحقيقة واضح من خلال ما صرح به وإن بشكل مقتضب الوزير أو مساعد الوزير الخارجية الأمريكي من أن دخول تركيا على الخط أعاد بعض التوازن في القوة على الأرض وحجم من تقدم حفتر في ضواحي طرابلس يعني إشادة ضمنية بأن هذا التحرك التركي والذي يبدو أن أمريكا لم تمانع من تدخل تركيا لأنها كما يبدو تريد لحفتر أن يعود إلى العملية السياسية وطالما لم تضغط عليه بشكل كافي ولم تتحرك أمريكا بشكل جدي فمجرد وجود تركيا إلى جانب حكومة الوفاق وتقديمها تعزيزات عسكرية لحكومة الوفاق تعادل ما لدى حفتر من أسلحة قدمتها له فاغنر أو الإمارات فحصل توازن في القوة كل هذا تعتقد أمريكا أنه ربما يدفع حفتر إلى التخلي عن هذه المغامرة العسكرية والعودة إلى العملية السياسية إشارة شينكر إلى أن الولايات المتحدة تؤيد حكومة الوفاق ولا تعترف بحفتر إلا كقوة على الأرض لماذا لا تترجم بزيارة إلى طرابلس زيارة من الوزير باعتباره مسؤولا عن شؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لماذا لا يزور طرابلس ويلتقي بحكومة الوفاق كإشارة واضحة لحفتر وليدعميه أن الإدارة الأمريكية تؤيد حكومة الوفاق أيضا بوسع أمريكا أن تمارس ضغوطات أكبر على حفتر علاقتها بحفتر وطيدة حفتر بقي في أمريكا هو فضلا عن أنه يحمل الجنسية الأمريكية أكثر من عشرين عام قضاها في أمريكا تحت رعاية المخابرات الأمريكية ومن ثم بوسع أمريكا أن تمارس ضغوطات أكبر على حفتر حتى ينهي هذه المغامرة العسكرية ويعود إلى الحلول السياسية على أي حال الليلة هناك جلسة لمجلس الأمن ومشروع القرار الذي أعدته بريطانيا طيب قبل أن نأتي لهذه الجلسة وعلاقة ما يحدث بخصوص الموقف الأمريكي نتحدث عن قانون الاستقرار الذي ربما سيخرج به الكونغرس أو أمريكا بشكل عام بشأن ليبيا هل توحي تصريحات اليوم في هذه الجلسة سواء من الحكومة أو أعضاء الكونغرس توحي بموقف أمريكي أكثر وضوحا ربما تتصرف واشنطن والإدارة الأمريكية على وجه السرعة كما طلبها شانكر في هذه الجلسة لا كل ما رشح عن هذه الجلسة يؤكد أنها جلسة إحاطة عادية جدا تطلع فيها وزارة الخارجية الجهود التي أو الموقف الأمريكي من الأزمة الليبية إحاطة تقليدية جدا ليس فيها أي شيء جديد باستثناء الزعاج نعم بأن الإدارة الأمريكية ستبقى على الدور التركي بهذا الحد باعتبار أنه ساهم في موازنة الكفة بين الدور أو مع الدور الروسي هذا هو الحد للموقف الأمريكي لن يقف هذه المواجهات وقف اطلاق النار ربما لا يسهم في تثبيته مثلا ما قولك؟ تثبيت وقف اطلاق النار بمعنى أنه إذا فشل مجلس الأمن في إصدار قرار ملزم بوقف اطلاق النار والعودة للعملية السياسية كما سننتظر بعد ساعتين في هذه الحالة الموقف الأمريكي إذا كان فعلا كما ذهب شينكر اليوم وكما سمعنا مرارا تصريحات أمريكية عديدة أنهم يرفضون حملة حفتر العسكرية على طرابلس ولا يرون حل عسكري للأزمة الليبية سنرى المزيد من العمل والجهد الأمريكي لوقف اطلاق النار شينكر كما قلت سلفا أشار للدور التركي الذي وازن الكفة في موازين القوة تستطيع أمريكا أن تقدم المزيد من الدعم لحكومة الوفاق إذا ما أصر حفتر على الاستمرار في هذه الحملة العسكرية تقدم المزيد من الدعم حتى بشكل غير مباشر عن طريق تركيا لحكومة الوفاق لإجبار حفتر على إنهاء هذه المغامرة العسكرية والرضوخ للحلول السياسية لا جديد ينبئ بتغير في الموقف الأمريكي من خلال ما سمعناه اليوم في هذه الجلسة فاره أنه لا جديد حتى الآن للموقف الأمريكي ماذا عن جلسة مجلس الأمنة التي أشرت إليها سيد الكبير هل يمكن أن تخرج بموقف واضح وقرار يسهم في تثبيت وقف اطلاق النار؟ الحقيقة أن بريطانيا وهي التي أعدت مشروع القرار استجابت للطلب الروسي أو الرفض الروسي الذي رفض القرار السابق وفيه إشارة واضحة إلى خروج القوات أو خروج المرتزقة من ليبيا وبما أن جزء من هؤلاء المرتزقة هم روس وهذه هي ذريعة روسيا في رفض القرار عدلت بريطانيا من صيغة القرار حتى يكون مقبول القرار يدعو إلى وقف اطلاق النار ويدعو إلى الانخراط في العملية السياسية عبر مساراتها التي تقودها بعتة الأمم المتحدة هل نرى دعم أمريكي لهذا القرار الليلة؟ كما يذهب شينكر في جلسة الإحاطة أمام الكونغرس هل لا تلوح روسيا برفض القرار وكذلك فرنسا؟ في اعتقادي لا نتفاءل كثيرا ولكن أعتقد أن صيغة القرار التي ستقدمه بريطانيا الليلة ستكون مقبولة ولا أعتقد أن هناك حجة يمكن أن يرفض بها القرار طالما هو لا يدعو إلا لتثبيت وقف اطلاق النار وهو ما سعت إليه روسيا عبر مبادرتها مع تركيا والعودة إلى العملية السياسية ربما مخرجات برلين وهي قد ضمنت في القرار ربما هذه هي التي تواجه بعض الاعتراضات ربما الصورة ستتضح والموقع سيؤسسة باعتبار هذا الجلسة المرتقبة سنتابعها عموما أشكركم من مصرات الكاتب والصحفي عبدالله الكبير شكرا جزيلا لك رفع عدد من الليبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية دعوا قضائيتان ضد حفتر والإمارات لدى محكمة المقاطعة في واشنطن لتورطهم في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا وتهمت الدعوة التي رفعتها ست عائلات ليبية ممن قتل أقاربهم من قبل ملشيات حفتر والدول الداعمة له تهمت حفتر وصقر الجروشي ومحمود الورفلي والعارف النايد بالمشاركة في عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضى نتعب دعوة قضائية جديدة بحق خليفة حفتر ودولة الإمارات لضلعهم في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا ست عائلات ليبية مقيمة في الولايات المتحدة رفعت الدعوة أمام محكمة المقاطعة في واشنطن عائلات قتل أقاربهم من قبل ملشيات حفتر والدول الداعمة له كما ضمت الدعوة إلى جانب حفتر والإمارات أمير سلاح الجو التابع لحفتر صقر الجروشي بتهمة المسئولية المباشرة عن الهجمات الجوية والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية محمود الورفلي الذي ارتكب جرائم حرب مختلفة بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء إضافة إلى السفير الليبي السابق بالإمارات العارف النايد لامتلاكه قناة تلفزيونية تروج لمشروع حفتر وتبث الفتنة بحسب نص الدعوة وبحسب الدعوة القضائية فإن المذكورين شاركوا في ارتكاب عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء مطالبة بتعويض لأسر الضحايا بقيمة مليار دولار أما فيما يتعلق بالإمارات فقد وجهت إليها تهمة المشاركة في جرائم قتل الليبيين وحرق مناطقهم عبر معرفتها المسبقة بتبعات استخدام حفتر لطائراتها المسيرة في طرابلس وغيرها من المناطق قيام العائلات الليبية المقيمة في أمريكا برفع دعوة قضائية ضد حفتر وشركائه ليس الأول من نوعه منذ بدء العدوان فقد سبق لمحكمة أمريكية بولاية فيرجينيا أن أصدرت مذكرة استدعاء لخليفة حفتر بصفته مواطنا أمريكيا في أغسطس 2019 على خلفية دعوة ضده تقدم بها تسعة مواطنين أمريكيين من أصول الليبية يتهمونه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا إذن هي ملاحقات محلية ودولية لحفتر والدعمين له منذ بدء هجومه على طرابلس الذي خلف عشرات القتلى من المدنيين إضافة إلى قصف عديد المركز الخدمية والصحية وحتى التعليمية وهو ما يرقى إلى جرائم حرب وفق متابعين لا يجب أن تسقط بالتقادم وإن حاول دعم حفتر حمايته والتستر على جرائمه في المحافل الدولية أكد المستشار الأعلامي بوزارة الصحة لمين الهاشمي مقتلاء مدني جراء سقوط صاروخ على مقهى بمنطقة طريق الشوك القريبة من صلاح الدين جنوب طرابلس وكان الهاشمي قد أكد للأحرار في وقت سابق إصابة خمسة مدنيين جراء سقوط قدفتين على الحي السكني المجاور لجامعة طرابلس منوهان لأنه تم تجيل إصابتين متوسطتين وثلاث إصابات بسيطة وفق قوله وكان عميد بلدية سوق الجمعة هاشم بن يوسف قد أفاد بسقوط قذيفة عشوائية ليلة ثلاثة على عمارة سكنية بمنطقة باب تجورة دون وقوع أضرار بشرية وأضاف بن يوسف في اتصال مع ليبيا الأحرار أن قذيفة أخرى سقطت على مقبرة في المنطقة نشيرا إلى وقوع أضرار مادية خفيفة بالعمارة السكنية التي سقطت عليها القذيفة هذا وسطلعت كاميرا ليبيا الأحرار أرأى عدد من طلاب جامعة طرابلس حول استمرار الدراسة رغم مخاطر القصف العشوائي الأمور الآن الحمد لله يعني تمام والدراسة مستمرة وفي حماس حقيقة من إدارة هي الجامعة وكذلك اللي هي العمداء الكليات وأيضا رغبة الطلاب في التحاق بدراستهم والآن زي ما قلت لك هناك معوقات زي ما قلنا شرنا لها لكن هناك رغبة جامحة في حقيقة في الاستمرار في الدراسة الحق أكيدا من خافة هذه حاجة أكيدا وإحنا فترة كنا فترة امتحانات لأ جينا جينا اليوم البعدة جينا عادي وقدرنا امتحاننا وروحنا وبعد تالي خلاص يعني وقفت الدراسة معاش كان منا معاش قرينا وتوسي مسترهادة فكنا على الساس أننا بنقروا في جامعة ناصر ومن هون الأحداث وهكي فحاولونا هنا يلي تبع كلية العلوم شيتاتنا هنا يناخدوا فيهم ونقروا في مبنى دراسات العليا ما شاء الله الكلية أمن وأمان وإحنا بإذن الله حتى لو صارت ظروف وهكي ما زالتنا مستمرين في القراية رغم إنه صح نضغطنا وكل شيء معناتها مهما كان نحن نستمره في القراية نحن جيل اللي بتاعتها مد عليه بلادنا بعدين أبدأ في خوف يعني الأسبوع الماضي أني طحت قضيفة في كلية الزراعة والحمد لله ربي نجل كله جد في مكان فاضي لو قد مد شوية بس كان في صيدلة في تجمع لكن الحمد لله ربي استره وما صارش فيها يعني إصابات ولا شيء أصدرت مكونات مدينة الزاوية بيانا تؤكد فيه رصدها لتحركات وصفوها بالمشبوهة حول المدينة من قبل أنصار حدر وأكد أهالي المدينة في بيانا مصور مضيهم في بسط يد السلام والتزامهم بكل العهود السابقة غير أنهم سيكونون في حل من أي ارتباط في حال جرى المساس بالمدينة ومحيطها وفق قولهم فإن مدينة الزاوية تراكب بعين يقضى كافة التحركات التي تدور حولها وحول مدن أخرى في المنطقة وعليه فإننا بسطنا يد السلام لأهلنا وأخوتنا ونحن نلتزم بكل عهودنا السابقة في حالة التزام الطرف الآخر بها وسوف نكون في حل من أي ارتباط يكبلنا في حالة المساس بمدننا وأمنها ومهما كان المعتدي بكل أشكاله وسوف تكون مدينة الزاوية ملتزمة برد قاسي وسريع نلاحظ التحركات لمليشيات الكرامة في المنطقة الغربية حولنا ومحاولتهم مساس بأمن والتقرار المدن في المنطقة الغربية وخاصة مدينة الزاوية البيان الذي صدر اليوم هو اتباط بإعلان حالة النفير أولا ثم أن هناك حقيقة تنبيه كبير إلى المنطقة الغربية بالكامل أن أمن المدن الليبية مرتبط وأن مدينة الزاوية حقيقة هي المغدية للمنطقة الغربية في كل الأمور سواء كان في الوقود سواء كان في الكهرباء سواء كان في كل النواحي والشريان الذي يربط الجبل والساحل ويربط المنطقة الغربية بالكامل هذا وشيع عدد من أهالي مدينة مصراتة بعد ظهر الثلاثة ثلاثة شهداء سقطوا في مواجهات مدينة السرط وأقيمت صلاة الجنازة في ساحة الجامعة الشيخ وسط المدينة بحضور جامعين غفيرين من المواطنين وكلكم تعرفون هذا الوجه وتعرفون هذه الشخصية التي تددت إليكم من الصرح والمصارحة والإمار في سوق البلاد في مرضها في كل مكان من أماكنها ولا كانت أيدينا ممجودة لكن لماذا؟ لمن ولاقه لله ثم لوطره لا ولاقه لقفرية ولا لعصبية ولا لشهوية ولا لحسبية ولاقه لله ثم لوطره ترجمة نانسي قنقر فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان أن مختلف الجماعات المسلحة الدرفورية تقاتلوا كمرتزقات إلى جانب حفتر في ليبيا وأن حفتر يسمح لهم بالاحتفاظ بالمركبات والممتلكات التي يستودون عليها في المعارك وضاف التقرير الأممي أن قائد حركة جيش تحرير السودان ونائبه يحصلان على أموال من حفتر ويسلمانهما أو يسلمانها للمسؤول المالي الذي يصرفها نقدا للمقاتلين مشيرا إلى أن مقاتل الحركة يتلقى كل عنصر منهم راتبا شهريا قدره خمسة ألاف ومئة دينار ليبي فيما يتقاضى الضباط خمسة ألاف ومئة دينار ليبي أن تكون مرتزقا يعني أن تبيع نفسك مقابل شيء من المال وأن تستعين بهم في معاركك فذلك يعني أنك فقدت أدنى قدراتك على حج الناس وتعبئتهم على أساس القيم النظلية فلم يعد لديك شيء سوى المال وشتان بين أن تموت جنديا مناضلا وبين أن تهب نفسك من أجل حفلة من المال وتلك هي فلسفة حفتر في حروبه وذاك منطقه في مغامرته العسكرية فإلى جانب استعانته بالمرتزقة الروس تحذر الأسرة الدولية هذه المرة من عواقب مشروع الارتزاق الذي يديره ساكن الرجمة حيث كشف تقرير أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان أن مختلف الجماعات المسلحة الدرفورية تقاتل كمرتزقة إلى جانب حفتر في ليبيا وأن حفتر يسمح لهم بالاحتفاظ بالمركبات والممتركات التي يستولون عليها في المعارك الخبراء الأمميون أكدوا أن حفتر يزود كل عشرة مقاتلين من مرتزقة درفور بمركبة وأسلحة ويصل راتب كل فرد منهم إلى ثلاثة ألف دولار ووسط تحجج حفتر بإعادة توزيع الموارد والتفاهم بشأن الثروة قال التقرير الأممي إن قائد حركة جيش تحرير السودان ونائبة فيما يعرف بجناح من من ناوي أكبر مجموعات المرتزقة الدرفوريين يحصلان على أموال من حفتر ويسلمانها للمسؤول المالي بالحركة وهو الذي يصرفها بدوره نقدا للمقاتلين مشيرا إلى أن كل مقاتل من الحركة يتلقى راتبا شهريا قدره خمسة ألف ومائة دينار ليبي فيما يتقذ الضباط خمسة ألف ومائتي دينار ليبي وعما يقوم به مرتزقة دارفور في ليبيا فقد وثق المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في جينيف نهاية ديسمبر الماضي أن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ارتكبها مرتزقة سودانيون تعاقدت معهم الإمارات للقتل ضمن صفوف ميليشيات حفتر ولتأكيد ذلك كانت الخارجية السودانية قد أكدت إرسال أبوظبي مواطنين سودانيين لحراسة حقول نفطية في ليبيا رغما عنهم عبر شركة إماراتية تدعى بلاكشيلد وذلك بعد أن خرجت مظاهرة وسعة في الخرطوم احتجاجا على إرغام شباب السودان للعب أدوار عسكرية وأمنية في ليبيا لم يكن قد جرى الاتفاق عليها معهم عبر الشركة الإماراتية وللحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمر الاصطناعية من مصراتا الكاتب والأكاديمي فرج دردور سيد دردور أهلا بك عبر قناة بي الأحرار بس الخير لكم ولمشاهدين الكرام أهلا بك سيد دردور هذا ليس التقرير الأول الذي يتحدث عن استخدام أو استعانة حفتر بيئة المرتزقة كيف يمكن أن تؤثر مثل هذه التقارير على حفتر وداعميه على الله أعتقد أنها تؤثر بشكل كبير وقدر بقدر ما هي حقيقة فضحتهم أمام الليبيين على الأقل الذين يدعمونهم وخصوصا النازحين من الواضح جدا أن السرقة المنازل النازحين وممتلكاتهم هي تتم بشكل ممنهج وفق تعليمات صادرة من خليفة حفتر نفسه وبالتالي كل هذه السرقات التي تمت لمنازل النازحين والذين يشتكون منها هي تمت ببناء على أوامر مجرمي الرجمة هذا أمر إضافي طبعا جديد أيضا هذا ما يفسر بأن عصابات الحرابة في المنطقة الغربية هي تحارب مع حفتر لتوسيع رقعتها لممارسة جريمة الحرابة نحن نعلم أن هذه العصابات كانت في المنطقة الغربية كانت تتخذ من ورشفانة منتقت ورشفانة وكر لها ومؤخرا استطاعت حكومة الوفاق أن تحاربهم وأن تطردهم وأن تقتل وتسجن العديد منهم هؤلاء الآن يحاربون مع حفتر لأجل العودة إلى أوكارهم ولممارسة هذه الجريمة بشكل أوسع من ذي قبل وهذا طبعا يعطي الإشارة للليبيين الذين يريدون أن يفتحون عقولهم بأن هذه العصابة الموجودة في الرجمة لا يهمها شيء إلا أن تحكم بنفس طريقة العصابات الجريمة ممنهجة وهي تتحالف معهم بهذا الشكل أيضا هذا التقرير يعطينا حقيقة حجم مع احترامي لكم والمشاهدين حجم الإنحطات الذي عليه عصابات الرجمة عندما لا يجدون من يدعم مشروعهم من الليبيين سواء بعض الكشاك الذين يكشكون في مناسبات احتفالية ثم ينفضون لم يجدوا من يقاتل معهم والدليل لو كان لديهم رجال يقاتلون معهم من الليبيين ويؤمنون بمشروعهم لما لجوا إلى المرتزقة لقتل الليبيين بهذا الشكل إذن هناك انفصام بين الذين يكشكون مع حفتر ولا يقاتلون معه وبين هذه العصابات التي تمتهن الجريمة وبالتالي اعتقد هذا ايضا ينعكس على طالب حفتر لقيمة 30% من الإيرادات النفط للقيام أو لسداد ديون هؤلاء المجرمين الذين يقتلون الليبيين ويدمرون المتلكاته احدى النقاط التي كشفها التقرير الأممي هي سماع حفتر بالاحتفاظ يعني سماع حفتر للمرتزقة بالاحتفاظ بالمركبات التي يستولون عليها ما الذي يعنيه ذلك؟ ما الذي نفهمه من هذا؟ هذا طبعا يعني طبعا أولا النزعة الإجرامية نزعة السرقة موجودة في عصابات الرجمة والدليل أنهم يعني تقريبا فككوا كل مصانع بنغازي المنطقة الشرقية فككوها كخردة ويعني باعوها صدروها لتركيا أيضا أسلاك الكهرباء ومعدات الشركة العامة للكهرباء أيضا فككوها وباعوها خردة وهذا طبعا نوع من الإجرام أو السرقة اللي يقوموا بها في الرجمة هذا أيضا انعكس في قرار الذي أصدره حفتر منذ شهور والذي ينص على أن كل الممتلكات العامة والخاصة الممتلكات المواطنين هي ملك لعصابات الرجمة ما سموه بقرار التعبية العامة أيضا يفسر انضمام عصابات الحرابة في المنطقة الغربية للقتال مع حفتر وبالتالي نحن نتحدث عن عصابات إجرامية تهدف للسيطرة على الأموال لذلك مقاتلوا حركة تحرير السودان يتقادون مرتبات تفوق الخمسة ألاف دينار بالتأكيد يعني المسألة هي سرقة ومال يعني هذا المال الذي يدفع في حفتر لهذه العصابات هو الأسف الشديد هي أموال الشعب الليبي في نهاية المطاف يعني حتى الإمارات التي تدفعه لهؤلاء العصابات هي حقيقة تأخذ فيه من 30 مليار ومن فوائد أيضا 30 مليار مجمدة بقرار الأمم المتحدة الموجودة في الإمارات وبالتالي هي لا تدفع شيء هي تدفع من أموال الشعب الليبي إذن هو يدفع يسرق المال الليبيين ويدفعه المجرمين للاستلاء على الأموال أيضا وهذا يعني التضح في سرقتهم لمصرف بنغازي ورصيد ليبيا من الدهب في مصرف البيضة هذا كلها تم سرقته وأيضا كل هذه الحرب على طراب الاستهدف إلى الاستلاء على مصرف ليبيا المركزي وسرقته وبالتالي هم تجدهم دائما يتهمون المنطقة الغربية أو حكومة الوفاق بالسرقة هذا طبعا استنتاج من وقحم أو من سلوكهم اليوم هم تقريبا ينسخون كل ما يقومون به على الطرف الآخر لإبعاد الشبهة عنهم وبالتالي هم عندما يتحدثون عن سرقة ونهب أموال وجريمة وقتل في الحقيقة هم يحاكون شخصيتهم وحالهم وهذا طبعا كله بالوقاية نحن نتحدث من فراغ هذا ما ذكرته تقارير الأمم المتحدة المتتالية في هذا الصدد ومعاكسته من جرائم قاموا بها سواء كان المصرف بنغازي الذي حافظ عليه الأسفل التوار لمدة سنوات لم يلمسوا أحد اليوم التي دخلت فيه قوات الكرامة إلى بنغازي أول ما فكرت فيه اللي هو نهب مصرف بنغازي والتالي هذه العقلية الموجودة في شخصيات الرجمة هي الأسفل الشديد ما تعكس الحال الذي نراه لنا نعم سيد دردور إن تحدثنا عن عواقب مشروع الارتزاق الذي يديره حفتر وموقف الأسرة الدولية منه كيف تعلق على ذلك موقف الأسرة الدولية حقيقة هناك زعاج كثير من عديد ملوصات الدولية ولكن هذا طبعا لم ينعكس في قرارات عقوبات بسبب موقف فرنسا المتصلب في دعم حفتر الأسفل الشديد فرنسا تقوم دائما بجولات دبلوماسية لمنع أي إدانات سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو من المنظمات الدولية أو من مجلس الأمن لجرائم حفتر ودائما تميحها في أن هذا جيش وطني وشيء من هذا القبيل استنادا إلى تعاملها الشخصي معه وهذا طبعا ذكره السيد جونيف لدغياء عندما قال لحفتر نحن ننتظر انتصاراتك في ليبيا في حديث جرى بينهم وفق ما نشرته صحيفة اللي فيه قرارة فرنسية وهذا يعكس الحالة أو الصداقة الحميمية بين السيد جونيف لدغياء وحفتر وبالتالي من هنا تأتي المشكلة المشكلة أن هناك دولة كبرى وهذا أيضا قاله لو سمحت قاله السيد فرانسوا سوداء رئيس تحرير صحيفة جون أفريك عندما قال الجرائم التي يرتكبها حفتر والإمارات للأسف الشديد تمارس على الضعفاء من دولة قوية مثل فرنسا ولهذا السيد غسان سلامة لا يظهر تقريره من 14 صفحة التي يدين فرنسا والإمارات في موضوع مهاجمة المهاجرين في تاجورة وقتل حوالي 150 منهم أعذرني سيد دردور ولكن لديق الوقت الكاتب والأكاديمية سيد فرج دردور كنت معي عبر الأخمار الاصطناعية من مصراتا شكرا جزيلا لك ونبقى مع ملف المرتزقة حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنها رصدت تزايدا ملحوظا في أعداد مرتزقة شركة الفاغنر الروسية في الربع الأخير من العام الماضي في ليبيا وذكر التقرير أن الوجود الروسي في ليبيا الضر بأنشطة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ويقود التعاون بين واشنطن وشركائها في غرب إفريقيا وقد يشكل عائقا أمام حلفائها العسكريين وأمام كفاح واشنطن ضد الإرهاب رغم مواصلاته دور المتابع بدل الفاعل في ملف الأزمة الليبية والذي بدت مع علمه أكثر منذ بداية الحرب على ترابلوس في الرابع من أبريل إلا أن الموقف الأمريكي شهد تحولا على مستوى الخطاب وبدى الاهتمام أكثر من ذي قبل منذ أن قرر حفتر الاستعانة بالروسي في حربه لاشتياح عاصمة البلاد معتبرين إياه مهددا للسلام والاستقرار في ليبيا التخوف الأمريكي المتصاعد من وجود روسي على ضفاف المياه الدافئة تؤكده بيانات جهات أمريكية عدة آخرها ما صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون التي قالت إن الوجود الروسي بليبيا أضر بأنشطتهم في مكافحة الإرهاب ويقوض تعاون واشنطن مع شركائها في غرب إفريقيا بل إنه من الممكن أن يشكل عائقا أمام حلفائهم العسكريين وأمام كفاح واشنطن ضد الإرهاب وبلغة الأرقام يتحدث البنتاجون عن رصدهم تزايدا ملحوظا في أعداد مرتزقة شركة الفاغنر الروسية في ليبيا مقدرين إياه بما بين ثمانمائة وألف واربعمائة عنصر في الربع الأخير من عام الفين وتسعة عشر بعد أن كانت أعدادهم تقدر بمئتي عنصر في سبتمبر من العام ذاته يذكر التقرير أيضا بحديثة إسقاط طائرة أمريكية تابعة لقوات الأفريقوم في أواخر نوفمبر من العام الماضي موضحا أن عملية إسقاطها جرت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية والمرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب حفتر غير أن اللافتر الانتباه هو أن إدارة ترامب توقفت في طاعتها مع التوسع الروسي في ليبيا عبر دعمها لخليفة حفتر عند عبارات التنديد والاستنكار حتى إنها لم تتعدها إلى مستوى أكثر فاعلية لكبح جماحه فدعوته له بوقف الهجوم غابت عنها عبارات الإلزام فاستمر هجومه إلى أن تجاوز الثلاثمائة يوم مخلفا وراءه ضحايا مدنيين بين قتيل وجريح وينظر عديد المراقبين إلى حجم الدور الذي لعبه الكونغرس الأمريكي في صياغة موقف جديد من الحرب في اليمن بأن المشهد ذاته سيتكرر في ليبيا مع وجود حراك بداخله يعد لإصدار عقوبات ضد موسكو بسبب نشر قوات فاغنر الروسية في ليبيا إضافة إلى سن تشريع يقنن عقوبات وزارة الخزانة للحد من نشاط روسيا يتوله عضو لجنة العلاقات الخارجية السيناتور كريس كونس والسيناتور لينسي جرهام المقرب من الرئيس ترامب ومع كل ذلك تواصل موسكو سياسة الإنكار بوجود مرتزقة تابعين للدولة الروسية بشكل مباشر إذ عدهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجرد مواطنين روس ولا يتقاضون أي أموال منهم لكنه في ذات الوقت تعرقل موسكو قرارات دولية لإدانة عدوان حفتر ما يفتح الباب أمام طبيعة السياسة التي تنتهجها موسكو في ليبيا وإذا ما كان ذلك سيدفع واشنطن إلى التخلي عن دور المتابع واستبداله بدور آخر أكثر فاعلية لمواجهة محاولة التمدد الروسي في ليبيا هذا وأكد موقع انتليجنس أولاين الفرنسي أن حفتر يجري محادثات مع القوات الجوية للحصول على طائرات هليكوبتر من طراز MI35 وأوضح الموقع والاستكبراتي أن الطائرات التي يسعى حفتر للحصول عليها هي طائرات قديمة هجومية روسية الصنع اشترتها البرازيل من وكالة التصدير الروسية روسوبرون إكسبورت وأشر الموقع إلى أن الإمارات تقوم بتمويل عمليات حفتر الذي أصبح مهووسا بالأسلحة في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني منويها إلى أنه حصل مؤخرا على طائرات دون طيار صنية الصناع من الأردن مدد مجلس الأمن الدولي ثلاثة ولاية فريق الخبراء وتعزيز العقوبات المتعلقة بأتصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا بما في ذلك توقيف السفن المشتبه فيها والتصدي للاستغلال غير المشروع للنفط ونقلت وكالة فرانس بريس عن دبلوماسيين أن مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت الأربعاء على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار دائم في ليبيا هذا ودعت المملكة المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا ليكون ولا قرار ملزم منذ بدء العدوان على طرابلس بعد أن وجه مشروع القرار السابق اعتراضا روسيا في الخامس من فبراير الماضي هل تنجح بريطانيا هذه المرة في تمرير أول قرار ملزم بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا منذ العدوان على طرابلس؟ فمنذ الفيت الروسي السابق في الخامس من فبراير تواصل المملكة المتحدة مشاوراتها لزياغة قرار جديد يستوعب الرفض الروسي بما فيها إلغاء اللفظة المرتزقة التي اعترض عليها الجانب الروسي المرة الماضية وفق ما ذكره مصدر دبلوماسي لليبيا الأحرار ووفقا لتقارير أمنية فإن مشروع القرار يؤكد الحاجة الملحة لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا في أسرع وقت ممكن ودون أي شروط مع دعوة الاتحادين الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية إلى المساعدة في الإشراف على وقف إطلاق النار المقترح إلى جانب استمرار المحادثات بين الأطراف المتحاربة وقبل ذلك صوت مجلس الأمن بالموافقة على قرار بتمديد نظام العقوبات المفروض على ليبيا ويشير إلى تدابير حضر توريد الأسلحة وحضر السفر وتجميد الأصول مع تمديد ولاية فريق الخبراء لعام آخر إلى جانب تأكيد استقلال ليبيا ووحدتها وتأكيد أن التصدير غير المشروع للنفط من شأنه أن يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط ويهدد الاستقرار والسلام في ليبيا وجاء اعتماد هذا القرار بموافقة 14 دولة عدى روسيا التي يبدو أنها اختارت أن تلعب دورا آخر بعيدا على الانسياق وراء الاتحاد الأوروبي بامتناعها عن التصويت تحفظا على عدم تضمين ملاحظاتهم في القرار الأممي حول منع الصادرات النفطية غير المشروعة وفق ما ذكر المندوب الروسي الدائم إلى جانب حديثه عن ضرورة عدم نسيان احتياجات الليبيين في الشرق الذي لا يحصل على أي من المنتجات النفطية وفق قوله في موقف آخر يأتي ضمن سياق مطالبة حليفها حفتر في ليبيا والمصريين كذلك وأمام هذا التباين والانقسامات داخل مجلس الأمن حول الأزمة الليبية يبقى السؤال هنا عن الوقت الذي سيستغرقه المجتمع الدولي للخروج من صمته بقرار موحد بعد العدوان المستمر على العاصمة منذ أكثر من عشرة أشهر وهل سيصمد داعم حفتر طويلا أمام فشله عسكريا وتهربه المستمر من الالتزامات الدولية عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لمنع ميليشيات حفتر هبوط رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا وعبرت البعثة عبر موقعها الرسمية الأربعاء عن قلقها إزاء هذا المنع التي قالت إنه يعرقل مساعيها الإنصرية التي تبدلها للمضي في الحوار الليبي الليبي في مصاراته الثلاثة حسب تعبيرها من جهته قال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم إن البعثة لم تحصل على ضمانات أمنية من قوات حفتر منذ ما يزيد على ثلاثة أسابيع وأوضح علم في تصريح لليبيا الأحرار أن عدم منح الضمانات الأمريكا يؤثر بشكل سلبي على أعمال البعثة داخل ليبيا وخاصة الإنسانية منها شيران إلى أن البعثة على اتصال مع كافة الأطراف لضمان سلامة موظفيها الذين يعملون على أداء عملهم بالشكل المناسب وفق قوله مشاهدين الكرام هذه النشرة متواصلة وفيها بعض الفصل جراء أغلاق حفتر لموانئ النفط الوطنية للنفط تعلن ارتفاع خسائرها إلى أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أنه أصبح بالإمكان متابعة قناة ليبيا الأحرار عبر الترددات الجديدة التالية أمام مجلس الشيوخ الخارجية الأمريكية تقول إنها تؤيد حكومة الوفاق ولا تعترف بحفتر وتنتقد الدور الروسي في ليبيا تقرير للأمم المتحدة يكشف تورط مرتزقة دارفورد ضمن ميليشيات حفتر ويؤكد السلامة هم مبالغ تتجاوز الثلاثة ألاف دولار بعد تمزيده ولاية فريق الخبراء وحضر استغلال النفط مجلس الأمن يعتزم التصويت على قرار ملزم لوقف إطلاق النار أهلا بكم مشاهدين من جديد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط جاوز خسائر إيقاف إنتاج النفط مليارا وثلاثة أو ثلاثة مائة مليون دولار وذلك بعد نحو 22 يوما على إغلاق الموانئ والحقول النفطية يأتي ذلك فيما أشارت البيانات الأخيرة لمصر في ليبيا المركزي إلى أن خسائر ذلك الإغلاق وصلت إلى مليارين ونصف المليار دينار يبدو أن نقوس الخطر الذي تطرقه المؤسسة الوطنية للنفط ما زال صداه يتردد يوما بعد آخر حيث أشارت في بيان لها إلى أن إنتاج النفط الخام تراجع إلى أكثر من 183 ألف برميل يوميا لتتخطى بدورها قيمة الخسائر الناتجة عن الإقفالات غير القانونية لمنشآتها حاجز المليار وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون دولار ورغم إغلاق موانئ النفط فقد أكدت الوطنية للنفط استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات المواطنين لفتة إلى أن نقلة بنزين كانت قد أفرغت شحنتها في ميناء بنغازي بينما لا تزال مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني نقص الإمدادات بسبب ترد الأوضاع الأمنية وتزداد أزمة النفط بعد إغلاق مصفات الزاوية في الثامن من الشهر الجاري والذي جاء نتيجة لإقفال صمام بمنطقة الإحمادة على خط الأنابيب الرئيسي بين حقل الشرارة ومصفات الزاوية ما أدى إلى وقف الإنتاج بالحقل فيما توقعت الوطنية للنفط أن ذلك سيسبب تفاقم مشكلة إدارة واستراد وتوزيع الوقود وتحميل الخزانة العامة مبالغ إضافية لاستراد كميات إضافية من الوقود لتعويض الفاقد من إنتاج المصفات ومع إغلاق حفتة للموانئ النفطية أشارت بيانات مصر في ليبيا المركزية الأخيرة إلى تراجع الإرادات خلال الشهر الماضي ووصولها إلى حاجز الصفر جراء توقف إنتاج النفط منذ الثامن عشر من يناير المنصر قائلا إن الخسائر المباشرة جراء هذا الإغلاق وصلت إلى أكثر من مليارين ونصف المليار دينار ومع تواصل هذه الخسائر جراء إغفال قوات حفتر الموانئ النفطية والذي يعد القوت الوحيد للليبيين فلا يدري أحد متى ستنجلي هذه الأزمة في ظل ترد الأوضاع في البلاد عامة وطرابلس خاصة وإلى متى سيستمر حفتر في استخدام النفط ورقة سياسية وهو من كان يتحجج بتأمين موانئ النفط وحمايتها دون غرض وفي سياق متصل نظم العاملون بمجال النفط والغاز في ترابلس وقفة احتجاجية بميدان جنة العريف استنكارا للاستمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية من قبل موالين لحفتر هذا وشاركت في الوقف نقابة المؤسسة الوطنية للنفط والنقابة العامة لنفط ليبيا كما شهدت حضور العاملين بالقطاع من مدينة الزاوية وعلد من المناطق الأخرى تنديدا بإقفال المورد الرئيسي للمواطن الليبي نطالب في هذه الوقفة الوطنية تحييد قطاع النفط عن الصراعات والخلافات إن العاملين بقطاع النفط يناشدون الساسة الليبيين على اختلاف توجهاتهم أن يجتمعوا على كلمة سواء تحقن بها الدماء وتستقر بها البلاد جدد وزير الداخلية فتح باشاغا لوزير الخارجية الإيطالي الويجي ديمايو موقف ليبيا الرافضة لفكرة توطين المهاجرين فيها وعضف باشاغا في لقائه مع ديمايو بيترابلوس أن الدولة الليبية تبدل كل الجهد لمعالجة هذه الظاهرة وأن الحل يبدأ من الجنوب الليبي ومن الدول الافريقية التي يتضفق منها هؤلاء المهاجرون والتي تعاني من الفقر ما يضطر سكانها للبحث عن حياة كريمة في أوروبا دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيطالية إلى تعليق دعم حرس السواحل الليبي حتى تلتزم ليبيا بخطة واضحة تحترب بشكل كامل سلامة المهاجرين وحقوقهم وطلبت المنظمة في باقانا لها بضرورة إغلاق مراكز الإيواء في ليبيا التي تحتجز المهاجرين بشكل تعصفي وتعاملهم بطريقة سيئة بحسب تعبيرها هذا وحث تهيومن رايتس ووتش السلطات الإيطالية على ضرورة الإصرار على إغلاق مراكز الاحتجاز حتى لا تتورد في معاناة المهاجرين واللاجئين بمراكز الاحتجاز وفق نص البيان نظم عدد من النساء ونشطاء المجتمع المدني ببلدية أوباريا الاثنين وقفة احتجاجية بسبب ترد الأوضاع الأمنية بالمدينة واستنكر المحتجون ما وصفوا بحالة الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة في الأوين الأخيرة جرى انتشار ظاهرة السرقة والسطو المسلح على المواطنين وممتلكات الدولة مطالبين الأجهزة الأمنية بضرورة تدخل وتفعيل الخطط الأمنية لتأمينها والقبض على المجرمين والقتل بسم الله الرحمن الرحيم نحن سكان بلدية أوباري بمناسبة هذه الوقفة الاحتجاجية هو ترد الأوضاع الأمنية في بلدية أوباري ونطالب كافة الجهات الأمنية والعسكرية والمجالس والقبائل والشباب والمجلس البلدي لبلدية أوباري والحكومات الليبية الالتزام بواجباتهم نحو الوطن وأمن المواطن بهذا مشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه النسرة وهذا تذكير بأبرز العنوين أمام مجلس الشيوخ الخارجية الأمريكية تقول إنها تؤيد حكومة الوفاق ولا تعترف بحفتر وتنتقد دورة روسية في ليبيا تقرير للأمم المتحدة يكشف تورط مرتزقة دارفور ضمن ميليشيات حفتر ويؤكد استلامهم مبالغ تتجاوز الثلاثة ألاف دولار بعد تمديده ولاية فريق الخبراء وحضر استقلال النفط مجلس الأمن يعتزم التصويت على قرار ملزم لوقف إطلاق النار في ختام مشاهدين هذه النشرة نذكركم بأنه بإمكانكم مشاهدة قناتنا عبر ترددات الجديدة على قمر النايلسات 10971 أو 1106 ولمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت بالأحرار دوتي بي وكذلك بقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة